السلام عليكم اخواني اخواتي كنتمنى تكونوا بيئة مصحة وعافية انتم تشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله وحصريا على قناتي مع دائما الوصفات المبتكرة والناجحة اليوم سوف نقدم لكم موصفة الامديالي صراحة و احبت قسمه معكم فقلت لي ما لا نحط عليكم هنا في القناة هو مسمى الكيتو دايت اللي سيكون بدون اي نوع من انواع الدقيق سيكون فقط بالكوك واللوز وشوفوا النتيجة كيفاش دايرا رائعة جدا ما شاء الله ناجح من اول تجربة سبحان الله الامديالي ما شاء الله اللي يخليها ليه معطي لها هاد شي ديال الصنغلوتان ما شاء الله كتبدأ فيه بزاف وكتدير الوصفات يعني كتبقى تبقى تبتكر فيهم تكتوصل الى النتيجة اللي هي رائعة رائعة دائما كانت قسم انا وياها هنا ووصفات في القناة مع مر يقلت لكم ولكن جاءت الفرصة باش نقول لكم بان الامديالي تاهية عندها نصيب من الوصفات ديالها في هاد القناة ما شاء الله هاد نسمى منجها غزال بزاف وقلت لي ما لا نشارك معاكم ما كان بخلع لكم بالتمعلومة وكيما كتعرفوني دائما صادقة في الوصفات ديالي كان نديرها لكم اقتصادية وفي نفس الوقت في متناول جميع وغير مكلفة فبقوا معايا لنهاية الفيديو باش تعرفوا المكونات وطريقة التحضير وكنتمنى لكم فرجة مرتعة اذا بسم الله على بركتي الله في المكونات 8 ملعق كبار عامرين دقيق جوز الهند و4 ملعق كبار دقيق اللوس ايضا عندي القليل من الملح ملعقتان كبار من الخل الابيض وملعقتان كبار من زيت الزيتون ايضا عندي هنا بيضتان استعملت هنا البيض البلدي وعندي ايضا ربعات المعالق كبار القجدة الطارية كيف معاوتكم في الوصفات ديالي دائما استعمل القجدة الطارية هنا عندي ايضا ملعقة كبيرة ديال بسيليوم ملعقة كبيرة من قشور ديال القاتونة وملعقة صغيرة ممتلئة من من عسل نحن يمكن استغناء عليه بنسبة الاشخاص يستغناء على السكر في الوصفة ويعودوا بسكر الطبيعي هنا ايضا عندي قليل من دقيق اللوز معه واحد ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات هو اللي نورق به المسمين ديال اذا على بركتي الله سنأخذ الويعة اللي نخدم فيه ونأخذ بيضات كما قلت لكم استعملت البيض البلدي نضيف عليه الكيمياء ديال الخل الابيض وزيت الزيتون جوج مع الكبار للزيت الزيتون وربعة اللي مع الكبار ديال القشدة الطرية اللي تهيئ محسن للمخبوزات وايضا غدي نضيف القليل من الملح تائما وغدي نزج المكونات جيدا تنحصل على خاليط من بعد غدي نضيف ملعقة صغيرة غير منتلئة من العسل وغدي نضيف وغدي نضيف وغدي نضيف خمسة الكوريات كما كتلاحظ من بعد غدي ناخد هاد الكوريات ديالي وغدي ناخد سطح العمل اللي غدي نفرش اللي ضروري في مسمن كنفرشو في سطح العمل كيف معودكم بلاستيكا وعد كنديرو الكورية وكنديرو بلاستيكا من الفوق وكمقون ايطاله بطريقة المعتادة بالمثلك خصت العجينة ديالنا تورق لنا مزيان كيف ديبالي نشوية سطح العمل كنحبسوه من بعد كنطويو المسمنة ديالنا بشكل معتاد كما هو موضح في الفيديو دائما الفيديو كيكون فيه شرح مبسط وبالتفصيل باش اي واحد يقدر يصيب هاد المسمن بكل سهولة في البيت ديالو تا المبتدئات واكيد دائما قبل ما نطوي المسمن ديالكم سوف يدهنوه بالخليط اللي دير انا يا زيت جوز الهند مع القليل من الزبدة النباتية انا استعملت اه زيت جوز الهند هنا في هاد الوصفة باش نخليوه هكا كل شي في اطار ديال حيمية ديال كيتو دايت وكما لاحظتو كنطويوها على بعضياتها ودائما كندهنوه باش هكا كيبقالين التوريق ديالنا بينه وكمرشو بذك الخليط ديال دقيق اللوز وخاميرا ديال الحلو سوفي كنكمل بهالطريقة هادي قريبا هنا خرجو لي خمسات المسمنات اللي وما تبارك الله كبارين شوية متوسطين في الحجم وغادي نستعن بالبابيي ديال الطبخ وغادي نهز المسمنات ديالي وغادي نطهيهم بالنسبة للطهي ديال هاد المسمن هادا فاااا قطهيو فقط على الجهة اللولة ما كتوقفش تقلبوه كل مرة قطهيو على الجهة وعد كتقلبوه تاكين ضجلكم من الججال تحتانية وكترشو عليه القليل من الخليط اللي عندكم ديال الزيت والزبدة وكتقلبوه سافي فاش كيكش ياسب لكم ذاك اللون كتحيدوه وكتكملوه طهي ديال المسمنات اللي عندكم وكما كتلاحظو مسممن ناجح من اول تجريبة شوفوا كيفاش كيتنفخ معاكم هذا دليل ان المسمن غادي جي مورق من الداخل وصدقوني بان المذاق ديالو رائع بزاف ما شاء الله وكما لاحظو يعني المكوينات محتاجنا لتنوع ديال دقيق فقط شوية ديال كوك وشوية ديال دقيق اللوز وهح نحصلنا على مسممن اللي سريع التحضير انطهي جميع مسممنات ديالي وانطلقوا باش نشوفوا الشكل النهائي وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا الخاص بالكيتو دايت اللي كيجي رائع وليمالة الحيميات ديال اه بدون غلوتين واصحاب حساسيات القمح اه هاد المسمن هادا كيجي خفيف وكيجي كما رحتو كيجي مورق من الداخل و اه رطب بزاف ويعني كتلويه كيف ما بغيتو بهذا الشكل هادا انا غادي نقطع معكم واحدة من الداخل باش تشوفوا كيفاش دايرا كنتمنى هاد الوصفة من كل قلبتنا الاعجاب ديالكو وعندي طلب واحد دعو لي مع الام ديالي بصحة ان شاء الله طول العمر هذا الطلب الوحيد اللي كندعي معاكم ما كنقول لكم لا بارتاج ولي الفيديو ديالي اللي ديالي اعجاب لوالو لان داك شيتي الدار من القلب ما نحتاش نقوله لكم ما شاء الله ركين المتتبعين اوفياء ما شاء الله للقناة وكيخلوا لي تعليقات اللي هي جميلة كنشكركم من القلب وان شاء الله نلتقي دائما في وصفات اخرى مبتكرة وحصرية على القناة لا تنسوا دائما النصحتنا في حميتنا ادرككم في امان الله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة